واضح جداً بعض الأرقام اللي بتشوفها من دول تانية في العالم إنه دي أرقام غير حقيقية تماماً بل هناك دلائل على ده من خلال عدد الجصص اللي بترجع لأهلها في منطقة وهان وغيرها وبعدين فجأة الصين فيه من يومين وتقدم لنا هذا الإعلام ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة 50333 حالة بعد التعديل وتمت زيادة 1290 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفيات 3869 حالة بعد التعديل يعني نحن بنعرف إنه الأرقام بالحقيقة أكبر بكثير من هيك حتى بس هو كثير هام إنه نشوف إنه الحكومة الصينية بالأخير اضطرت تعترف يمكن لأسباب محلية بالحقيقة إنه الأعداد السابقة كانت كثير قليلة بس حتى مع هذا الزيادة بالحقيقة بيظل أعتقد الرقم أقل بكثير من المتوقع حسب المعارات المتوقع لا يعني 1300 واحد احنا نسينا ناخد بالنا غلط في الجامعة يا جماعة الموضوع مش أيقع يوم ورا يوم كل ما الضغطة هيستمر على الصين كل ما هنبتدي نشوف أرقام حقيقية ومش التهريج اللي هما بيقدمهون ترجمة نانسي قنقر